اشتركوا في القناة وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فكان آخر ما وقفنا عليه وتحدثنا فيه هو اختلاف علماء التوحيد في الإدراك هل هو من الصفات التي تنسب إلى الله عز وجل وكذلك هل هي من صفات المعاني أم ليس لنا أن نثبتها من صفاته أو مع صفاته عز وجل فهناك طائفة تقول إن من صفاته الإدراك إن من صفاته الإدراك وطائفة تقول لا لم يثبت بذلك نقل فلا ننسب إلى الله تعالى هذه الصفات وحينئذ فهي داخلة فيما سواها دخول لازم في ملزومه وهناك طائفة ثالثة توقفت قالت لا نقول لا هكذا ولا هكذا لأن القولين معا تعارضت عليهما الأذلة فنتوقف ولا نقول بشيء فإذا هذا ما نقوله رحمه الله تعالى فهل له إدراك أولى خلف أي خلاف بين علماء التوحيد فهل له إدراك أولى خلف وعند قوم صح فيه الوقف أي وعند طائفة ثالثة أن الذي يصح في هذا الأمر الخلافي هو التوقف وعدم القول لا بإثباتها ولا بعدم إثباتها ثم بعد هذا انتقل رحمه الله تعالى إلى القسم الرابع من الصفات الواجبة في حقه تعالى وهو القسم المسمى بالصفات المعنوية بالصفات المعنوية وهذا القسم وقع أيضا اختلاف فيه من جهة هل هو أو هل الصفات المعنوية لها وجود في الخارج هذا هو الذي وقع فيه اختلاف لا في ذات الصفات المعنوية الإجماع منعقد على أن الله عز وجل قادر مريد حي معالم إلى آخره هذا لا خلاف فيه كون الله قادرا لا خلاف في ذلك أبدا ولا ينكر هذا إلا غير مسلم لكن أين الخلاف هو أن هذه الصفات هذه التي نسميها بالصفات المعنوية هل لها وجود خارج الدات يعني هل يمكن أن نتصور أن القادرية شيء خارج له وجود خارج يعني الدات منفصلة عن الدات هذا هو الذي وقع فيه اختلاف فالذين أثبتوا الحال قالوا نعم والذين نفوا الحال قالوا لا قالوا الصفات المعنوية معنها هي أن صفات المعاني عندما نتصورها وهي يعني في محلها فهي معنوية إذن هناك القدرة إذا نظرنا إليها في حد ذاتها وهذا فقط كما قلنا من قبله تقريب تصوري فقط النظر إلى قدرة الله تعالى في حد ذاتها هذا التجريد هذا التجريد وهذا الاستقلال إنما هو منهج فكري فقط لفهم الأمور ليس معنى هذا أن القدرة منعازلة تماما عن الله عز وجل لا ليس هذا والمراد وإنما المراد أننا في عقولنا وفي تصوراتنا وفي منهج الفهم لهذه الصفات نتصور ننظر إلى القدرة في حد ذاتها بغد النظر عن محلها الذي هو الذات العلية فإذا نظرت إلى القدرة في حد ذاتها هذا شيء وإذا نظرت إلى القدرة وهي في محلها هذا شيء آخر وليس معنى هذا أن القدرة قد تنفصل عن محلها وعن ذاتها العلية المقدسة أبدا هذا غير ممكن نحن قلنا إن القدرة قديمة بقدم الذات ولكن عندما نتحدث عنها من جهة أنها صفة من صفات المعاني هذا فقط تصور منهجي تصور تخيلي لندرك المقصود ولندرك المطلوب إذن القدرة عندما ننظر إليها في حد ذاتها فهي من صفات المعاني لأن القدرة معنى من المعاني والقدرة عندما ننظر إليها وهي في محلها وأن الله تعالى متصف بها فحينئذ صار هناك شيء آخر فصارت هي صفة معنوية فإذن إذا نظرنا إليها في محلها إذا نظرنا إليها موصوفا بها ربنا عز وجل فهي معنوية وإذا نظرنا إليها في حد ذاتها فهي صفة معنى فإذن لا خلاف على الإطلاق بين العلماء في أن كون الله تعالى قادرا مريدا حيا عالما سميعا بصيرا متكلما هذا لا خلاف فيه لا يخالف في هذا مسلم على الإطلاق إذن هذه الصفات المعنوية التي في يعني تصورها على أنها صفات لها وجود خارج فمن ذهب إلى هذا التجاه وقال إن الصفات المعنوية لها وجود خارج بمعنى أن هناك القدرة وهناك القادرية القدرة نتصور أنها شيء خارج عن الدات أو زائد عن الدات أو مغاير للدات نتصوره فقط لعلم فيه ولفهمه ولا نقصد بذلك أن القدرة تنفك عن صاحبها عز وجل أبدا وإنما يعني في النظر العقلي فقط في نظر العقل عندما ينظر إلى القدرة بغد النظر عن محلها هذا نتصوره ونقول به ولكن القادرية هل نتصور أن هناك صفة اسمها القادرية هي لها وجود خارجي هذا عند محققين من الأشاعر قالوا لا وهم الذين نفعوا الحال وأما من أثبت الحال كالفخر الرازي ومن معه فهؤلاء قالوا إن الصفات المعنوية لها وجود خارجي فالقدرة لها وجود خارجي والقادرية لها وجود خارجي فإذا سبب الخلاف هو هل هناك الحال الحال كما قلنا هو يعني واسطة أو هي إن أنثناها الحال واسطة بين الوجود والعدام الحال صفة لا هي موجودة ولا هي معدومة عند من قال بثبوتها وأما المحققون فقد قالوا بين فيها ليس هناك حال لا حال والحال محال يعني أن الحال غير موجود هذا النوع من صفات غير موجود فالصفات التي عندنا إما موجودة أو معدومة أو اعتبارية أما أن تكون حالا وهي بين الموجود والعدام هذا لا فقال به المحققون ولما لم يقل به المحققون فعلى مذهب هؤلاء المحققين أن الصفات المعنوية ليس لها وجود في الخارج وإنما هي يعني وجود صفات المعاني في محلها عندما نقول القادرية معناها كون الله تعالى قادرا فما خرجنا عن صفات المعاني لذلك فعلى مذهب هؤلاء المحققين من الأشاعر الصفات المعنوية منبنية على صفات المعاني ومتفرعة عنها إذن عندنا القدرة وعندنا القادرية القدرة صفة معنا والقادرية من الصفات المعنوية ما العلاقة أن هذه منبني على هذه وهذه يعني لست بزائدة على هذه إنما عندما نتصور القدرة بعقولنا بغد النظر عن صاحبها هذه صفات المعاني وعندما نتصور القدرة وهي متلبس بها صاحبها فهذه صفة معنوية وهذا كله إنما هو تصور عقلي من أجل الفهم ومن أجل إدراك والتحصيل لذلك قال رحمه الله وهو يعدد لنا الصفات المعنوية قال حي عليم قادر مريد سامع بصير ما يشاب يريد إذن عدد لنا هذه الصفات التي تدخل في القسم الرابع وهو الصفات المعنوية أنت قد تجد بعض الأشاعرة لا في منظوماتهم ولا في مصنفاتهم النثرية ولا في كتبهم وشروحهم قد تجد بعضهم لم يذكر الصفات المعنوية ابن عاشر مثلا ابن عاشر في منظومته المرشد المعين في مقدمته العقادية تحدث عن الصفات النفسية وعن صفات السلوب أو السلبية وعن صفات المعاني فعدد ثلاثة عشرة صفة ولم يعرج على الصفات المعنوية قال الشراح على رأسهم ميارة الميذوه ميارة الفاسي رحمه الله قال لعل هذا بناء على أن أبا الحسن الأشعري لم يقل بثبوت الحال وإذا لم نقل بثبوت الحال فإذا لا نذكر الصفات المعنوية ولكن هذا الكلام يجب أن يفهم على حقيقته ليس معنى هذا أنه ليس هناك الصفات المعنوية ليس هذا هو المقصود أبدا الصفات المعنوية التي هي كون الله تعالى قادرا مريدا حيا عالما سميعا إلى عقره هذا منعقد عليه الإجماع لا يخالفه ولا ينكره إلا كافر ولكن ليس هذا هو المقصود بما ذكره ميارة وغيره وليس هو المقصود من صنيع ابن عاشر رحمه الله وغيره ممن لم يتحدث عن الصفات المعنوية أبدا إنما صنيعهم ذلك دال على أن الصفات المعنوية هي متفرعة عن صفات المعاني ومنبنية عليها فإذا علمت صفات المعاني وأدركتها وفقهتها فأعلم أن الصفات المعنوية منبنية عليها هذا هو ومن ناحية أخرى قالوا إن هذه الصفات المعنوية التي هي موجودة قطعا ليس لها وجود في الخارج هذا هو المقصود وإنما هي منبنية على صفات المعاني ليست شيئا زائدا على صفات المعاني أبدا لذلك عددها رحمه الله تعالى فقال حي يعني كون الله تعالى حيا فإذا الحياة صفة معنا وعندما ننظر إليها وهي في محلها والله تعالى مصوف بها أي في عقول هنا فهذه صارت صفة معنوية فالحياة صفة معنى والحي صفة معنوية حي عليم عليم أي موصوف بالعلم فالعلم صفة معنى والعليم صفة معنوية وهكذا باقي الصفات قادر مريد سامع هكذا للوزن لأنه كان ينبغي أن يأتي بالياء ساميع فوق رتكب يعني ضرورتين ضرورة الأولى هي حذف الياء ولا وجهة لحذفها إلا ضغط الوزن ثم سكون العين سكون العين وأصلها أن تكون مضمومة منونة ساميع ولكن على كل حال ساميع هكذا يعني لو أننا ما ما فعلنا من الضرورات إلا يعني السكون سكون العين لكان على كل حال يعني كما قلنا من قبل من قبيل السكت ولكن هناك حذف الياء فهي ضرورة أخرى اقتضاها الوزن حي عليم قادر مريد سامع بصير ما يشاء يريد يعني أتم البيت بهذا الكلام المنزه لربنا عز وجل والمثبت له الإرادة وأنه يعني فعال لما يريد متكلم بسكون التاء حتى يستقيم الوزن متكلم أي متكلم وتسكين المتحرك جائز عند الاحتياج إليه في الوزن متكلم إذن هذه الصفات السبع هي المسمات بالصفات المعنوية بالصفات المعنوية يعني وجودها من حيث هي هذا لا إشكال فيه والإجماع على ذلك ولكن أن يكون لها وجود زائد على صفات المعاني هذا هو الذي وقع فيه الاختلاف بين العلماء وكما قلنا من شاء الاختلاف في ذلك هو اختلافهم في ثبوت الحال أو في نفيها فالمحققون قالوا بأنه لا حال ليس هناك حال أي ليس هناك صفة بين الموجودة والمعدومة متكلمون ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات صفات الذات هي صفات المعاني فرجع إلى صفات المعاني ليتحدث عنها من هذا الباب الذي يعني أراده وليبني على كلامه هذا الكلام عن متعلقات صفات المعاني فهذا الذي جعله يرجع إلى صفات المعاني لأنه عدد الصفات حسب أقصامها الأربعة والقسم الرابع هو الصفات المعنوية وبعد ذلك رجع إلى صفات المعاني لأن فيها كلاما من جهات أخرى فالجهة الأولى هي قوله ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات يعني ليست بغير الذات ولا بعين الذات ليست هي الذات عينها وليست شيئا غير الذات هذه بنسبة لصفات المعاني صفات المعاني أما كونها ليست عين الذات عندما نقول القدرة فليست القدرة بالنسبة لله تعالى هي نفس ذاته وعين ذاته لا وإنما قال بذلك المعتزلة المعتزلة هم الذين قالوا إن صفات الله تعالى هذه أنكروا صفات المعاني أنكروا أن تكون هناك صفة ينظر إليها في استقلال عن محلها يعني لا يقبلون أن تكون هناك قدرة من غير أن يكون من غير نظر إلى صاحبها نحن ننظر إلى القدرة في حد ذاتها فقط للتصور وإلا فالله تعالى لا تنفك عنه قدرته بحال من الأحوال هذا على كل حال يعني المعتزلة بالغ في هذا الذي يعني قرروه من نفي صفات المعاني بالغ وقالوا إنها هي عين الدات صفات المعاني هي عين الدات بمعنى أن الله تعالى قادر بذاته عالم بذاته وهكذا وهكذا سميع بذاته بصير بذاته وهكذا فجعلوا هذه الصفات هي الله تعالى بمعنى أنها هي هو هي هو وأهل السنة لا أهل السنة قالوا إن يعني صفات المعاني ليست هي عين الدات ليست هي عين الدات ولا هي غير الدات لأنك إذا قلت إن هذه الصفات هي غير الدات فككت بينهما فصارت القدرة مثلا يمكنك أن تقول بوجودها من غير أن يوجد صاحبها أو من غير أن يكون صاحبها متصفا بها وهذا ما قاله أهل السنة أبدا إنما تصوروا ذلك نعم تخيلوه نعم للحكم عليه وإلا فلا يمكن القول بأن الصفات من صفات المعاني غير الدات أي لا تتعلق بالدات نهائي لكن هذه المغايرة هي على مستويين المغايرة التي نتكلم عنها حينما نقول القدرة غير الدات هذه المغايرة على مستويين مغايرة متصلة ومغايرة منفصلة فالذي يقصده الناظم بقوله وبغير أو بغير الدات هي المغايرة المنفصلة أما الداتية فموجودة المغايرة المتصلة بالدات موجودة بمعنى أن القدرة ليست هي الدات ولكن هذه الليسية ليست منفصلة أي لا وجود للقدرة وحدها لا يمكن أن تنفك عن القادر هذا هو المعنى لذلك رجع الآن إلى صفات المعاني ليقرر لك أنها ليست هي عين الدات حتى لا نقع في الاعتزال وأنها ليست غير الدات ولكن هذه الغيرية التي نفاها هي الغيرية المنفصلة أي لا نقول في القدرة إنها غير الدات غيرية منقطعة عن الدات ومنفصلة عنها بحيث تكون القدرة في جهة والدات المتصفة بها في جهة أخرى فهذا الانقطاع والانفكاك والانفصال لا يقول به السنة أبدا ولا يعني يتصور أبدا إنما يقولون إن القدرة غير الدات أي شيء زائد على الدات وكونه زائدا على الدات معناه أنه مغاير لهذه الدات لكن هذه المغايرات مغايرة اتصالية بمعنى لا وجود لها في الخارج لا وجود لها في الخارج لأنه لو كان لها وجود في الخارج لا كانت يعني مغايرة تغايرا منفصلا منفصلا وهذا ما قالوا به قلنا إذن متكلمون ثم صفات الذات ليست بغيري أو بعيني ذاتي بدون تنوين بغيري أو بعيني كلمة بغيري و بعيني مضافان إلى مضاف إليه واحد ويجوز في اللغات العربية مثل هذا يجوز أن نأتي بالمضاف وعوض أن نضيفه إلى المضاف إليه يكون عندنا مضاف آخر إلى نفس المضاف إليه فنعطفه عليه ثم نأتي بالمضاف إليه على أنه مامعا مضافان إليه هذا جائز كما هنا لأن الأصل في كلامه أن يقال ليست بغير الذات أو بعين الذات هذا هو الأصل فهو قد حدف المضاف إليه في المضاف الأول وعطف المضاف الثاني إلى الأول وأضافهما معا إلى نفس المضاف إليه وهذا أمر جائز وقد ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في باب الإضافة ويحذف الثاني أي المضاف ويحذف الثاني ويبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف أو إضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول أن يجوز لك إذا كنت تريد أن تضيف لفظا إلى لفظ وأن تريد لفظا آخر ثانيا إلى نفس ذلك اللفظ المضاف إليه يجوز لك أن تفرق بينهما وأن تجمع بينهما وإذا جمعت فإنك تعطف المضاف الثاني على المضاف الأول وتضيف الجميع إلى المضاف إليه فيكون عندك في اللفظ مضاف إليه واحد ومضافان اثنان هذا جائز في اللغة العربية جائز في اللغة العربية كما لو قلت مثلا قبلت يادا ورجل أمي قبلت يادا ورجل أمي فاليد مضاف إلى أمي ورجل كذلك فجمعت بينهما فلا مانع من ذلك بل يعني يجوز في كلام عربي أن تجمع بين المضافين إلى ضامير أما ما مثلنا به وما في النظم هو إضافة إلى الظاهر بل حتى لو أضفت إلى الضامير فيجوز ذلك كقول الشاعر سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها تقذير الكلام سهلها وحزنها فالسهل والحزن أضيفا معا إلى الأراضين ويعني المضاف إليه جاء هنا ضاميرا لأن الظاهر ذكر من قبل وهو الأراضين ومع ذلك إذ جمع بين المضافين وأضافهما إلى مضاف إليه واحد وهو الضمير سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها متكلمون ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات ثم قال الآن تقال لا يتكلم عن المتعلقات متعلقات صفات المعاني لأن صفات معاني التي لها متعلقات إلا صفة الحياة فلا تعلق لها قال فقدرة بممكنين تعلقت بلا تناهم به تعلقت إذن بدأ بالقدرة وذكر أن متعلقات القدرة هي كل الممكنات كل الممكنات إذن لم يدخل في المتعلقات الواجبات ولا المستحيلات فقدرة الله تعالى تتعلق بكل ممكن كيفما كان ولكنها لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل لأن قدرة الله تعالى لو تعلقت بالواجب لما صار واجبا لصار ممكنا وهذا ما يسمى عند المناطقة بقلب الحقائق ولو تعلقت قدرة الله تعالى بالمستحيلات إذن ليس بمستحيل لا يبقى مستحيلا يصير ممكنا جائزا فهذا قلب للحقائق ونحن قلنا إن الواجب لا يتصور عدمه وإن المستحيل لا يتصور وجوده وإذا انتبعا لذلك فلا يتصور عند العقل السوي تعلق قدرة الله تعالى بالواجب ولا بالمستحيل إذ لو تعلقت قدرته بالواجب لوقعنا في قلب الحقائق ها وحدة والثانية أن تعلق القدرة بالواجب يلزم منه أن تتعلق قدرته تعالى بإفناء ذاته بإفناء ذاته وهو سبحانه وتعالى واجب الوجود واجب الوجود أي وجوده واجب عقلا لا يتصور عدمه فلو تعلقت القدرة بهذا الواجب لا لازم من ذلك أن يفني ويعدم ذاته وهذا محال هذا محال لأنه على كل حال سينقلب حينئذ أو سينقلب الدات الإلهية القديمة إلى محدتها إلى محدتها أو إلى إلى قلب الحقائق واجب الوجود حينئذ إذا تعلقت القدرة به وأعذمت هذا الواجب لم يعد واجبا الواجب الذي يمكن أن يلحقه العدام ليس بواجب والمستحيل الذي يمكن أن يلحقه الإيجاد ويجعله موجودا ليس بمستحيل فنقع في قلب الحقائق وقلب الحقائق باطل باطل ثم احتلقنا بأنه مسان يعدم ذاته وبعد ذلك سيجدها إذن سنقع في تحصيل الحاصل وهو باطل اعدامها ثم أوجدها إذن فرجعنا إلى أنه واجب الوجود وأنه موجود عز وجل إذن هذا باطل آخر وهو تحصيل الحاصل تحصيل الحاصل قلنا إذن فقدرات بممكن تعلقت إذن جميع التعلقات للقدرة إنما هي بالممكنات وليس لها تعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات ثم ذكر أن هناك ثلاثة أمور تتميز بها القدرة في تعلقها بالممكنات قال فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي أي متعلقتها لا حد لها فقدرة الله تعالى تتعلق بجميع الممكنات دون حد ولا عد ولا حط ثم قال ووحدة أو جبلها إذن القدرة الإلهية التي قلنا إن مما يميزها أنها تتعلق بالممكنات ومما يميزها ثانيا أن الممكنات التي تتعلق بها لا حد لها ثالثا أنها متصفة بالوحدة أي أن الله تعالى واحد في قدرته سبحانه وتعالى ليست له قدرتان أو ثلاث قدرات أو ما إلى ذلك وإنما له قدرة واحدة إلهية ربانية لا ثانية لها ووحدة أو جبلها أي أوجبل القدرة المتعلقة بالممكنات وحدة أي اعتقدها واحدة لا ثانية لها ولا تعدد لها لأنه كما تقدم لنا أن الله تعالى واحد في ذاته وفي صفاته والقدرة من الصفات إذن فهي واحدة ولا تعدد لها وهو قول الناظم رحمه الله تعالى ووحدة أو جبلها ومثل ذي إرادة فالإرادة كالقدرة في تعلقاتها أو في متعلقاتها فكما أن القدرة تتعلق بكل الممكنات بدون تناهن وأنها واحدة لا تعدد لها فكذلك الإرادة فهي متعلقة بكل الممكنات وهي واحدة ولا تعدد لها وأن تعلقاتها أو متعلقاتها لا حد لها ولا حصر ولا عد ووحدة أو جبلها ومثل ذي إرادة والعلم أي مثل ما قيل في القدرة من هذه الأمور الثلاثة التي هي التعلقات وأنها بغير تناهن وأنها واحدة فكذلك يعني العلم كذلك العلم مثل القدرة والإرادة فيما ذكر يعني مثلهما في الأمور الثلاثة في التعلق بالممكنات وفي أن هذه الممكنات لا حد لها وفي الوحدة وعدم التعدد في هذه الصفة ثم إن العلم يزيد عليهما بما ذكره قال إرادة والعلم أي هو أيضا مثل القدرة والإرادة فيما ذكر لكن عم ذي أي عم العلم هذه الأمور الثلاثة التي هي التعلق بالممكنات وأن هذه الممكنات لا حد لها وأنه لا تعدد في الصفة فالعلم كالقدرة والإرادة في هذه الأمور الثلاثة لكن عم ذي وعم أيضا واجبا والممتنع فالذي يزيد به العلم في التعلق هو أنه يتعلق أيضا بالواجبات والمستحيلات فعلم الله عز وجل كما يقع ويتعلق بالممكنات يتعلق بالواجبات والمستحيلات لأنه علم ولأنه لا يقتضي قلب الحقائق فالله تعالى كما هو عالم بالممكنات عالم بالواجبات وعالم بالمستحيلات ومن هنا قال العلماء إنه عالم بذاته عز وجل عالم بذاته عز وجل ولهذا بنوا على هذا قولهم لا يعرف الله إلا الله وعما أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه أي ومثل ما قيل في العلم يقال في صفة الكلام فهو أيضا متعلق بالممكنات والواجبات والمستحيلات ومثل ذا كلامه فلنتبع أي فلنتبع الحق ونتبع ما جاءنا من الحق عن ربنا عز وجل ومثل ذا كلامه فلنتبع إذن وعما أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع ثم قال وكل موجود أنطل السمع به يعني صفة السمع ذكر هنا متعلقاته فالسمع متعلق بجميع الموجودات قال وكل موجود أنط أي علق الإناطة التعليق وكل موجود أنطل السمع به كذا الباصار إذراكه إن قيل به إذن صفة السمع في ربنا عز وجل تتعلق بكل الموجودات فكل ما هو موجود فالله تعالى سمع به يسمعه كان مما يسمع أو لا يسمع كان من المسموعات أو لا كان مما يقع عليه سمعنا أو لا يقع وكل موجود أنطل السمع به كذا الباصر أي الباصر أيضا صفة أخرى متعلقاتها جميع الموجودات فالله تعالى يبصر كل موجود سواء وقع عليه بصرنا أو لم يقع أي سواء كان مما يبصر أو لا يبصر وكل موجود أنطل السمع به كذا الباصر إذراكه إن قيل به أي كذلك الإذراك إن قلنا به وبأنه صفة من الصفات المنسوبة إلى الله عز وجل أو من صفات المعاني وهي الثامنة إن قلنا بذلك فمتعلقات الإدراك هي متعلقات السمع والبصر ثم قال وغير علم هذه وغير علم هذه أي هذه الصفات الأربع التي هي الإدراك إن قلنا به والسمع والبصر والعلم والكلام هذه الصفات ليست هي العلم ليست هي العلم لأن العلم صفة مستقل أو مستقلة عن عن هذه الأربع فالسمع والكلام والبصر والإدراك غير العلم لا يمكن أن تكون هي أيضا العلم هذا هذا مثل ما قال سابقا وغايرت أي الإرادة أمرا و يعني و أمرا ورضا كيف قال أمرا وعلما ورضا يعني كذلك هنا هذه الصفات الأربع مغايرة للعلم فالعلم غيرها وهي غيره وقلنا وكل موجود أن يطل السمعي به كذا البصر إدراكوه إن قيل به وغير علمين هذه يعني تخذي الكلام هذه غير العلم أي غير صفة العلم كما ثابت ثم الحياة ما بشيء تعلقت الحياة ليس لها تعلق بشيء أبدا من غير الذات الإلهية ونكتفي آن بهذا القدر وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا